نبينا عليه الصلاة والسلام تآمر عليه المشركون ليبطشوا به كما حكى ربنا جل جلاله في كتابه حين قال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة فخرج عليه الصلاة والسلام بصحبة وزيره وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه وغلامه عامر بن فهيرة رضي الله عنه خرج هؤلاء الثلاثة فاختبأوا في غار ثور أياما ثلاثة حتى خف الطلب ثم ما زالوا يطوون المفاوز والقفار فمروا بخيمة أم معبد تلك المرأة الخزاعية فطلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من لبن أو من تمر فقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت فنظر صلوات ربي وسلامه عليه إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت خلفها الجهد عن الغنم قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت فداك أبي وأمي إن كان بها حلب فاحلب فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهب ثم مسح على ضرعها وسمى الله فتفاجت فحلب فيه ثجا حتى علته الرغوة فسقى تلك المرأة أولا ثم سقى صاحبي ثم سمى الله فكان آخر القوم شربا ثم حلب فيه ثانية حتى شربوا عللا بعد نهل ثم خمر الإناء وقال ارفعي هذا لأبي معبد ثم واصل صلوات ربي وسلامه عليه مسيره سمى الله فتفاجت سمى الله فتفاجت